اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في بناء ثلاثة آلاف وثلاثمائة وحدة سكنية جديدة إضافية وذلك في إطار المشروع القومي سكن لكل المصريين وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية أهلينة وذلك في منطقة محور الفريق عرابي وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد اطلاع السيد الرئيس على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة ثلاثمائة فدان والتي ستمثل مركزا متكاملا وحديثا لوسائل النقل بمختلف أنواعها وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة ومحطات تزويد الوقود ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولية حيث تقع بجانبه مباشرة عند تقاطع طريق السويس مع طريق الدائري الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة وفي ذات السياق تم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية ومنطقة جسر السويس وكذلك طريق القاهرة السويس الصحراوية والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكبار المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والنصب التذكاري فضلا عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى وكذلك الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة وتناول الاجتماع كذلك الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة على مستوى الجمهورية ترجمة نانسي قنقر